كنا نتحدث قبل الحلقة وذكرت نقطة كتير كتير حلوة ومهمة في نفس الوقت أنت ذكرت أنه سفر التكوين الإصحاحات الأولى هي تعتبر أساسيات الإيمان المسيحي ليه؟ ده صحيح لأن في سفر التكوين كلمة التكوين على فكرة معناها البدايات صح برشيت في اللغة العبرية تمام فبيورينا بداية الخلق بتاع الكون وخلق الإنسان المتميز وبعدين سقوط الإنسان وبعدين خطة الله للخلاص وبعدين أحداث الطوفان وتأثيره على العالم وطبقات الأرض والحفريات وخلافه وبعد كده برج بابل وتوزيع الألسنة وبعدين مجيء الرب يسوع وبعدين الصليب وبعدين الاكتمال مجيء الثاني فإذا كان الأساس اللي بنبني عليه مش مظبوط كل شيء بعد كده هينهار عشان كده سفر التكوين في منتهى الأهمية وعشان كده في الحرب الشعواء اللي بيقدمها الشيطان نحو سفر التكوين في تاريخ الكتاب المقدس يا أسيس نزار كان فيه ناس كتيرة تحدوا الكتاب المقدس فيه حاجة اسمها الـ High Critics والـ Low Critics ودولة عن صدق التاريخ وصدق النقد العالي بالضبط كده كل ده ترد عليه في العصر الحديث الشيطان بيحط لنا سؤال جديد أو هو نفس السؤال بس بيكرره بطريقة أخرى أحقا قال الله من النصوص من نفس الكتاب بالضبط كده وده السؤال الهام جدا لأنه ده أول سؤال وجه للبشرية عارف أنه هذا السؤال وجه لي أنا شخصيا أنا كنت في اجتماع في صعيد مصر وبعدين بعد الاجتماع يعني كنت منهك لأنه يعني خدمات بشكل متواصل وأنا نازل على الدرج على السلالم شاب بقول لحظة ممكن أسألك سؤال والسؤال كان أنت نزار شهين هل فعلا بتصدق أنه الحي بتتكلم فطبعا لما رجعت وجهت له أسئلة تانية اللي بتتعلق في أساسيات الإيمان المسيحي بحسب العهد الجديد معرفة شي رد فطبعا قلت له إذا الأساسيات غير مدركها فكيف أنت يعني مركز بس أنه حيتكلمت أو لم تتكلم وفعلا من هاي اللحظة التفت انتباهي أنه فيه مثل مجموعات كبيرة أو كتيرة اللي فعلا بتشكك في كلمة الله فأنت إيش عاوز تكلمنا في هذا الموضوع عايز نتكلم في هذا الموضوع بالحقائق الكتابية وبالعلم الحديث وهنشوف إزاي منطق العلم الحديث بيؤكد ما يتقوله كلمة الله ناس كتيرة بتقولي الكتاب المقدس ما هوش كتاب علم بقول لهم نشكر الله أن الكتب العلمية بتتغير كل خمس ست سنين لكن كتاب المقدس سابق حتى دلوقتي يمكن أقل بالضبط كده لكن الكتاب المقدس كل ما يذكره عن العلم وعن التاريخ فهو حقيقي فالله منزه عن الكذب فمش هيقول لنا كذبة عشان يقدم لنا بها حقيقة الله بيقدم لنا حقائق أساسية والهدف من الكتاب المقدس هو علاقة الله بالإنسان طبعا والفداء لكن عشان الله يسرد كل دلينا لابد يتعرض لحقائق علمية وحقائق تاريخية وده اللي هنأشه في الحلقة دي والحلقات القادمة اشتركوا في القناة